في القرية المسمة الضغرة والمتواجدة بدائرة زيغو ديوسف في قسنطينة يعاني السكان من انعدم أبسط ضرورية العيش وأبرز عشوح المياه عن حانفيتهم لمدة قربة العام عندنا واحد العام در كرانا المهم كي تجي العين يجي 4 ساعة 20 دقيقة نص ساعة ساعة غير 4 ما كان وما كان ما كان نطلبهم السلطات هذي يعني يتولوا منا رأيت وجهه لنا ورأنا يعني نعاني وتأصح في العام وهذو اللي حكمها المسؤولين هذو اللي حكمها ساعة اللي أطلقوا هنا يطلقوا ساعة ما تكدير ما تكملش ساعة يقولوا هنا يتكسرت الاخر لا بومب هذي اكتحها ساعة من ساعة من ورحنا المسؤولين ودرناهك ودرناهك يلو خوفينه منه يلو خوفينه منه احنا الله غالب حنا من القوك فيه نديره معاناة أرغمت سكان القرية على شراء الماء الشروب تارة وحمله في العربات من مناطق بعيدة تارة أخرى رغم إمكانية تزويدهم بهذه المادة الحيوية والضرورية في ظل صمت ممنهج من طرف المسؤولين الذين جعلوا هذه المنطقة آخر اهتماماتهم على حد تصريحات السكان أخر قرية في دائرة زيغود يوسف أضحى فيها التزويد بالماء الشروب حلما بالنسبة لقاطنها في وقت بات تعرب المسؤولين وتنصلهم من مسؤوليتهم ظاهرا للعيان ليبقى المواطن وحده من يدفع الثمن يوميا